تكلمني عن هاني رامزي لأنه في بداية الحلقات برضو كان عندك تعاون هاني رامزي كان من الناس اللي بتحاول برضو تجندك يعني دي المرحلة الأولى هتكلم عنه بس لأقول إنسانيا شرف كبير ليا لإني هو من أجمل ناس حتى بقعد أقول له حضرتك تلوقتي بقيت تديني أمل أنا بقول له أنا حتى كممثل عندي مشكلة في الجيل الكبير شوية برضو الواحد بيدور على إمام يمشي وراك بتبقى محتاج ده أما تلاقي حد بيحب المهنة للدرجاتي وحد لسه عنده القواعد والتقاليد الأديمة مع تطور العصر فكان شيء جميل جدا وبني قدم في قمة الاحترام زي دونه جاي بيعمل دور براخ غالص فدي حاجة تحسب له جدا وعملت إضافة كبيرة للمسلسل جدا إن أنت تشوف هاني رامزي في دور مش كوميدي طبعا في إن جدا 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 فطلع على المشخصات اللي جواه بشكل حلو قوي لا وهنا هاني رامزي وكأنه بيلعب دوره الوطني كمان في الحقيقة اللي هو أنا كمان عندي وطنية أحب أقلها ليحية هنا برضو حاجة أسألك على حاجة هل دايما نقول كلام كبير بس على أرض الواقع نبقى عايزين نعرف حقيقي يوصل اللي هي فكرة تشكيل الوعي عند الناس للناس يبقى عندها قدر كبير من الوعي وده دور الدراما أنا شايف أن العقدون السندي مقدم رسالة كبيرة قوي أنت شايف أنه اللي أنت يعني وتحديدا للشباب الشباب اللي هو يعني ممكن يضحك عليه وممكن يتوه في الحياة وممكن الحياة تاخده بسبب الظروف أهلا حاجة في العقدون هو مش مستوى الوقتي يعني مش مستوى الرمضاني فقط تمام العقدون هيتشايف وكل ما هيتشايف الناس هتحبه فيه خطوط دراما فيه علاقات إنسانية أنت شايف الظابط وهو بيتعامل بشكل إنساني طول الوقت يعني هنا المشاهد مثلا أنتو بتتدربوا وبعدين بيخلق روح حميمية بينك وبينك ده المشاهد اللي قال لي فيه أنا عايزك في العش قال لي وإحنا عاديين بناكل وأنتو بتاكلوا أنا قصدي فكرة حتى ببساطة التناول من درجة أن علاق فهم أنه هو بيهزر تمام بعد ما عمله كل التستات هنا كان بيقولك أنت تروح داعس وشوفنا الخضل على وصة أه فهم أنه هو بيهزر أه فهم أنه هو بيهزر أه فهم أنه هو مش بيهزر أنا بتكلم جد صعبة 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 جدا فأن أنت الصعوبة دي تعرف تتبسطها هترسل لأكبر كم من الأجيال وده اللي إحنا محتاجينه زي ما حالك بتقولي هو ده دور الدراما فدي ميزة العائدون هيفضل عايش معنا مين اللي كان مسر على أن التفاصيل كلها يبقى فيها الشكل الإنساني أولا في التعامل معك في الحوار المكتوب يعني كتير جدا كان بيقولك أمير قرارة لو مش عايز تكمل يقولينا حنرجعت مصر لو مش هتقدر قول لو أنت مش قدها قول يعني ما كانش فيه فرد وكان فيه المهم أنت كإنسان يتطمنه عليك الأول ده بيأكد نفس الخط يقولي حضرك عليه أنه العلاقة الإنسانية اللي نشأت ما بين عليك وعمر خليته طول الوقت ما يتطمن بقى فيه الصديقي الأمين بقى فيه أخ أكبر بقى فيه حد هو مسنود عليه الشباب محتاج ده طبعا الشباب محتاج ده طبعا وخصول الشباب بتعليمون دول محتاج التقطب والاحتوار والسنة ما بتعليمون دول الشباب إنه هو بقيت كل حاجة في حياته ليه علاقة بالتكنولوجيا ما بقاش مستنى يوقع ما الشباب دولة ما عندوش طاقة إنه قاعد يعمل بحث لا ما عندوش كمان إنه ما عندوش بقت إنه يعمل حوار طبعا إنه يسمع لأنه أحيانا مثلا تيجي تقوله فهو يقول رأيه اللي هو مكونه بقى من سوشيال ميديا من قعدة من خبر هنا من خبر هنا من غير ما يبقى داخل يعني عنده عقيدة جواه إن أنت توصل كل ده إن الولد ده يوصل لقناة أنه عندو سواجد يروح يضحب نفسه وهو عارف أنه يروح يضحب نفسه لأن مكلمته الأم ومكلمته الحبيبته هو بيخلي نفسه من أي حاجة عشان رايح يضحب نفسه دائماً مش سهل يجي لأي حد دائماً مش سهل يجي لأي حد